رحبت مصر بقرارات لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بشأن الحفاظ على المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي تحت الخطر وحمايتها أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها لانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبصفة خاصة في البلد القديمة للقدس وطلبت مصر الحكومة الإسرائيلية بوقف الإجراءات غير القانونية الهدفة لتغيير طابع القدس الشرقية واحترام الوضع القائم بالأماكن المقدسة